موسيقى هذا الطالب كان يعني اجاني وقت التكميلي كان مسكر كل العلامات يعني الرياضيات يعدهم ناقصوا علامتين الفيزياء يعدهم علامة مواد جايب فيها كلها كاملة مع هذا العلوم جايب فيها 18 طبعا انصدم عاطفيا كثير انه مععود وهو درسه هو من نوع الدريس البصين يلي قعد طول السنة وهو عم يدرس ويحفظ يدرس ويحفظ فشو اللي صار لما كنا عمنا نتابع وحطينا فتحنا السلم التصحيح تبع 2018 الدورة الاولى فاكتشفنا انه هو بالجواب ما نمجاوب بدقة ليش؟ فهو كشلون كان يدرس بالطريقة العادية اللي هو شو هي؟ يمسك الفقرة يقراها تمام؟ هو عساس فهمانة ويبلش يحفظها يعيد ويكرر يعيد ويكرر يعيد ويكرر بعدين يكتبها طبعا لما يكتبها يكتب الفقرة كلها كاملة كان ياخد معه وقت كتير طويل بعدين اجا ابن الفحص قال لي ما لي متذكر شي فراح على الفحص يعيدو بعرف يكتب وتلبك كتير بطريقة الاسئلة تحليت اسئلة الدورات؟ لا شفت السلالم التصحية؟ لا ما لقيت في منهم فائدة مين قال لك هالشي؟ ما بعرف انا هيك حسيت هاي اكتر شغلي اللي انه بعض الطلاب طبع انا هيك حاساس او ما حدا قلنا ساووا هيك؟ طيب انهلنا عمقلكم ثم ما بقلكم بتساووا؟ جينا انا ويا كان في عنا ثلاث اسابيع قبل مادة العلوم على التكميلة حطيتو كل يوم كل يوم نقعد ندرس كل يوم ندرس ساعتين 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 وعلى اساس حافظ طبعا انا لما ايجي سمع له سمع له به هالدقة مثل ما كاتب لكا هيك وهلا اليوم ساعلمكم كيف لما تحفظوا الفقرة كيف كل فقرة هتكتبوا فيي شلون بتجي الأسئلة يعني تحفظوها ما حتحفظوها كفقرة كاملة حتحفظوها كمقاطع همام وكيف تجيكم بالامتحان اوكي هاي اهم النقطة انه انت تعرف كيف يجي الأسئلة على اساسه بتدرس الحمد لله عدنا اشتغلنا منيح طبعا هو ما يدرس غير بس هدول الساعتين بيكون فيه عندي اوقات احبسو بغرفة تانية انه مشان يراجع الدرس اتفاجأ انه ببعت لأمه يقول له ماما داخلي مشان الله طبعين يحس حاله بيحبس طبعا اتفاجأ انه هو كمان ما له درس شي خلال هاي الساعة فعدنا نقعد نراجع انوية ونشتغل انوية فالحمد الله انه جاب بعدين ثمان واشة فكان كثير ممتاز اكيد يعني بين 18 عشر علامات زادوا فيشغلة كثير منيحة بس لانه اشتغلنا على كيف طريقة لما سمع له سمع له بدقة ما قال له والله اللي الفقراء يلا اعطيه مثلا الخلية العصبية الشحلي اياها لا اتفاجأ موسيقى 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 اشتركوا في القناة